موسيقى هذه الحلقة من برنامج كازاسيتي سوف يركز على مشاريع أوراش في مدينة الضاربدة وخاصة في منطقة مولارشيد سيد عثمان من خلال استدافتنا لسيد عادل فاضل رئيس منتداء شباب 2030 السعادل مرحبا بك السعادل أنا شاب أريد أن نستفيد من برامج الاجتماعية التي ترتاح حكومة أخنوش تقريبا عام وهي البرامج عن طلاقة فرصة وأوراش كيف تريد أن نستفيد من هذا البرامج وشن الخدمات التي تقدم لي هذه البرامجات وبادي أنبذ الحمد لله أنا على الأقل كنا واحدة رؤية ملكية وجيهة بالنسبة للشباب وطموحات ديالهم ومشاريع ديالهم لنعمها وتقويتها كما قلت هي كان هذا برنامج فرصة أعطيته كل عمالة على حذاء من منصة للشباب ممكن أن الشاب يتوجد هذا المنصة ويدافع على المشروع وفكرة ديالهم وكان الناس مؤهلين أنهم يقعدوا مع هذه الفكرة بوحد بيزنس بلون بوحد تقطير بوحد مواكبة إلى حين أنه يخرج المشروع دياله أو الفكرة دياله لحيز الوجود بالنسبة الأوراش وكذا؟ بالنسبة الأوراش كذلك بالنسبة الأوراش تخذت على عاطقة بحل أنه قد رحنا على عمالة الداربدة أو بصيفة عامة المغرب كامل كل مجلس عمالة أو إقليم يعني تكلفة بين المجالس العمالة والأقادم بحل أنه كان شاركة بين المجالس المنتخبة والمجتمع المدني بالنسبة الأوراش وبعض المقاولات الصغرى ستخشال في الدعم ولكن الرؤية والتنزيل ديالها هي واضحة من أجل الشباب ومن أجل الدعم الاقتصادي للشباب أوراش كما نظرني كمجتمع مدني تعطيتنا الانتقاء للشباب لم يكن شروط على أساس أنهم يكونوا عندهم مهنة وكفاءات معينة ولكن الناس يوجدوا صعوبة في الولوج للسوق وكيف يتعاني ومنهج أرجع أن الأوراش على ساعة الدار بيضاء إنتقاء برنابة إنتقاء كيف يتعاني فرصة وإنتقاء وإنتقاء عندها تميز خاصة؟ بطبيعة الحال إنتقاءاتها عندها مخصص لها يسهل على واحد الشريحة من الشباب حامل المشاريع والتكتولات بين الشباب أو تعاونيات وإنتقاءات منهجية إنطلاقات المشاريع كانت صعوبات كانت توجدت في الأول كانت عدة تجاهات ربما فرصاتها أعطت الأمال للشباب كانت الأوراش من أجل أن أن أبصغ بي وهذاك الشباب من البيطالة ومن الوحل بالنسبة للأوراش على ساعة الدار بيضاء أنتما كالجمعية أمنتوا في هذا المشروع يعني عندكم تنساق مع مجلس العمالة كيف أشتمت العملية؟ ومشان المشاريع التي أمتت منكبين عليها؟ كما تعرف الجامع أن مجلس عمالة الدار بيضاء كان يفتح بتلقي الطلابات الجمعية من أجل المساهمة والمشاركة في تنزيل هذا البرنامج للأوراش على صعيد الدار بيضاء ككل الجمعيات كل واحد دفع لدوسي ديالو الرؤية التي يشوف فيها البرنامج الذي يمكن أن يساهم به محلياً في المقاطعة ديالو أو في العمالة ديالو وبالتالي تم الانتقاء ديالجمعيات وبقائنا مواكبين لدوسي للشباب وركزنا أكثر على الناس وكما قلت لك وجدوا صعوبة في الولوجة للسوق والناس الذين كانت عندهم تداعيات من أزمة كورونا لأننا عرفنا لا يهمهم ماذا تفضل هذه المسألة إنقاذهم أو أعطيهم فرصة أخرى من التمكين الاقتصادي ويحاولوا أنهم يستعنوا كيف يستعفضوا وماذا تتخلصوهم هناك القطاعات ومشاركة الحمد لله صندوق الضمان الاجتماعي هو الذي يخلصهم هناك جمعيات لدينا الانتقاء لدينا الإشراف والمواكبة لدينا الهدف ويحاولوا على التواجد وتكوينهم وتأطيرهم لكي يكونوا في المجال لدينا مجلسة ومجلسة عمالة الضربيضة وهو الشريك مع الجمعية الذي أعطينا المنحة في طيار وشراع بعض الحاجيات كان كل عمالة عند المقاطعات على حسب الجمعيات ومقرات لدينا مقاطعة مقاطعة مجلسة عمالة على صعيد عمالة مولاي رشيد كان يتساعد الجمعيات الضربيضات لا أعرف ولكن كل عمالة عندها واحد عدد مخصص في عمالة مقاطعات مولاي رشيد لدينا خمسمائة على ما أظن خمسمائة وشي ستة وعشرين منصيب الشغل وهو في التنزيذ الأوراش كانت جاتنا في النصيب كما نصيب شغل كان شي ستمنمائة وعشرين خلق مراسب الشغل يطلب خلقوا أحد البيتجي بالنسبة للشابة هل تخلصوا شهريا أو أسبوعيا؟ شهريا شحال تقريبا سسمائة كان ألفين وتسعمائة وسبعين درهم هذا مخصب لديهم تكوين لديهم تكوين المهاني ما هي المدة على الشيالة في الورش؟ هدف 22 كانت 4 شهور وكانت تقريبا في 15 أبريل وكانت المرحلة الثانية لأن الرؤية الملاكية جاءت من أجل تنزيل هذا الورش مع جميع الشركاء والذي لا تقتلوا وكانت تقتلوا الإشارة من أجل إنجاحه وكانت تقريبا في المشركاء وكانت تقريبا في المنحة وكانت تصلوا إلى المنحة الحدود الساعة وكانت تصلوا إلى المنحة من المجلس العمالة وكانت تقريبا في المنحة وكانت تقريبا في المنحة لأن الجمعية الجادة والجمعية التي لديها قريحة على أساس أنها تشتغل في توفير الشغل وفي الحب المنطقة ديالها كانت تقريبا في المنحة وكانت تعرف وكانت تقريبا وكانت تقريبا في المنحة وكانت تقريبا في المنحة وكانت تقريبا وكان طالب أن أعطينا باقينا ليس ب Instead لن نكون بالنطقة حسنا نعدي القوانسية , لدينا الإشراف يعني جمعيات تشرفون على مشاريع تأوراش و العملية تتكلفت بالأسانيسس تتكلف بالأسانيسس . هناك شركاء معاك , هناك مشاريع تتكلف بالأسانيسس مجلس عمالة الدار بيدا , هناك السلطة المحلية التي تشرفتها كيف تدوز العملية في الحسن و ما هي نوع المشاريع التي تتكلف بالأوراش هذا أوراش الذي لدينا صعيد هذا هو البستانة يعني الفضاءات العمومية الجراضي وهذا ودينا صباغة الملحقات الإدارية والمراكز الصحية ودينا هذا المراكز دور الشباب هنا على الأقل أعطاش صباغة الجمالية ودينا نشاط ثقافي داخل المؤسسات العمومية لدينا التعليم والرياضة والتعليم الأولي هل يمكن أن تسعب المجال تدخل لدينا الأوراش؟ نحن أفكار نزلناها وذوزناها في الليجان ولكن لحدود الساعة لأنها تجربة وانطلاقة تحاول أنك تدير مساهمة لك كما كانت تظن أن ربما في 23.25 ستعطي أفكار جديدة وتنزيل أفكار جديدة في الأوراش هنا البعض يقول بأن مشروع المشاريع الموجودة للشباب هي إيجابيتها تماماً ولكن تنزيل ديالة التي تلقى صعوبات والناس بزافة مستفدين منها وكما قلت بأن عدم صرف المنح لهذه الجمعيات كانت جمعيات التي تزيدها كانت جمعيات التي لا تريد أن يكون مستمر لكن الحمد لله نحن ضروري من المتابرة وضروري من المعاناة لأن الهدف الأساسي هو أن هذه الشباب يريدون أن يقومون بسوق الشغل ويقومون بفرصة ويقومون لديهم واحد المدخول الذي يدير نهضة اقتصادية محلية لأن الناس المستمرين يستطيع أن نمي من الأفكار ويقومون بحقها ويستطيع أن تلقى ذاته من خلال العمل الميداني الذي تقومون بها للأفعامل سيدة اسمان مونرشيد وكأنه يجب أن يخارطوا معكم أو يقولون أن شرب عشر وليس لأفكار لا بالأكس لن يجب علينا الإعلانات ولكن لم يكن لدينا اتفاق يجب علينا الإعلان ونطاق لنا الأشخاص ولم يكن من أحد المدخول فئة عمرية لذلك الناس الذين فقدوا الشغلهم أثناء كورونا ممكن أن نحتويهمهم ونحن ذلك الحمد لله بادرة غادة مزيانة رغم ذلك الإكرهات التنزيل لأن الناس لديهم فكرة العقلانية أنت ماشي معي أنت ضدية لا يمكن أن نقولها السيحب أنك تعرف أنك نعاني هذه المسائل باقي شيء سياسي لا يريد أن نخارطه كليا كمجالس منتخابة لأن المنتخاب دائما يبقى يشوف أنه أشغل الربح خاصة نقوله أشغل الربح أشغل الربح هنا في منطقتنا خاصة هذه العملية تقوم بها يدخل في الدم اختصاصات على المجالة المنتخابة تماماً وهو مشاريك لأنه خاصة يمولوا يمولوا اللوجيستيك يعطيونا التكوين ملزمين نقوله عمالة مجلس عمالة مجلس عمالة مجلس عمالة ولكن نحن لا نريد أن نريد أن نريد ستحل هذا الشيء إن شاء الله ونستمراري فيما تبقى من الأعوام لأن هذا مشروع ملكي هذه رؤية ملكية ولكن يجب الناس يلتقطوا الإشارات ويحاولوا يساهموا في تنزيل ولكن نحن كان يجب أن ننزلوها عم تفوتنيش للفرصة على أساس هذا الشق الاجتماعي لأن هذه المجالات لا فرصة لا انطلاقة لا أوراش لحتى السجل الوطني والسجل الاجتماعي هذه الرؤية كبيرة خاصة عن الناس يلتقطوها ويساهموا فيها ويبحثوا فيها وما نبقى بشحنا الجمعيات نبقى وعرب بعيدنا بالعكس نحاولوا أن نديروا التأطير والمواكبة والمساهمة في الإنجاح لجميع المشاريع سعادية شكرا جزيلا على قبل الدعوة شكرا على تسوضيح هذه لايك بربك شكرا لكم انتوما لك تعطينا دائما فرصة أننا نكونوا نافذة على المجتمع ونافذة على الشباب وجميع المشاريع تتبعي قناة الفاسفلس إلى اللقاء في حلقة جديدة برنامج غازا سيتي